السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم على قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بصحة جيدة وصفة نارناها اليوم حلوة جافة اقتصادية بمقادر بسيطة وطريق التحضير سهلة مناسبة جدا تقدموها مع قهوة العصر والأهم تجي بزاف هيلة على بركة الله نبدو في الوصفة نتعنا إذن كما رأيكم تشوفوا نحتاجوا زوج حبات بيض نزيدو كاس غير ربع سكر ناعم وقياس الكاس مستعمل دائما 220 ميلي نزيدو ملعقة صغيرة لفاني ورشة ملح ونبدا نخلط بالفوي ما نحتاجوش كامل خلط الكاربائي وكيما قلت لكم الحلوة تعنا بزاف سهلة في التحضير وإذا حبيتو تخدمو بالباطر تقدرو تستعملوه هنا نزيدو كاس غير ربع تاسيت ونكمل نخلط دائما في الحلويات اللي نحضرهم معكم بالزيت في المرحلة اللي نزيدو فيها الزيت دائما نقولكم لازم تخلطوا ملح باش العجنة تعكم جيكم بزاف سهلة ومن بعد مطب الحلوة تعكم ما جيكم شناشفة هنا نزيدو كاس تانشا وملعقة صغيرة خميرة الحلوة شوفوا البنت هنا رايحة نزيد زوج ملاعق كبيرة كوكو محمص ومرحي رقيق هذو الخطوة اختيارية تقدرو تزيدوها ولا تستغنو عليها يعني مام اذا ما زدوهاش مايقثرش في الحلوتاكم ميا نحب بزاف الحلوية الجافة نزيد فيهم هذو الخطوة ونكمل نخلط المكونات كلهم مع بعضهم بهذو الطريقة وهنا في الاخير كما راكم تشوفون زيدو كاس وكاس غير 4 تاعة الفارينة بالنسبة للكاس الثاني نزيدو تدريجيا يعني نزيدو غير بشوية حتى نطمو العجنتانا ونتحصلو لعجينة طارية بالنسبة للحلويات اللي نحضروهم بالزيت العجينة لازم نديروها طارية ونتحصلو لنتيجة بزاف هايلا لو كان نديروها ناشفة الحلوة تعكم تجي ناشفة وهذا الملاحظة مهمة جدا خاصة المبتدئات هنا كما راكم تشوفون من بعد ما نطمو العجنتانا تحصلنا على هذا القوام كما راكم تشوفوا العجنة ما زالت تلاصق في اليدين كما قلت لكم باش الحلوة تعكم تجي ما شاء الله شوفوا البنات هذا هو القوام اللي لازم تتحصلو عليه هنا بقى لي تقريبا ربع كاس داع الفارينة وكما نقولكم دائما على حسب النوعية اللي تخدمو بها هنا نبدأ نقسم العجنتاني الى كويرات وزن كويرات 25 قرام وهذا كما راكم تشوفوا من بعد ما قسمت العجنتاني الى كويرات مباشرة نبدأ نشكل الحلوة تعنا هنا نبدأ ندور بهذه الطريقة ونرقق على الاطراف نشكلوها كما تشارك وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها نكمل نشكل الحلوة تعي كامل بنفس الطريقة نجيبو الصينية تعنا نفرشو لها ورق الطاهي نحطو الحلوة تعنا بهذه الطريقة شوفو اللي بنات مازال بقتلي كمية نزيت نطيبها في صينية واحدة وطبعا في هذه اللحظات الفرن تعي سخون سخنتو مسبقا الحلوة نطيبها في 180 درجات صينية نحطها في الوسط الفرن نشعلو من الاسفل هنا كما راكم تشوفو الحلوة تعنا من بعد ما طابت تحمرت من تحت بقيت محافظة على الشكل التحا كما راكم تشوفو جت ما شاء الله جت بزيف هيلة وهنا نروحو لمرحلة التزيين كما راكم تشوفو عندنا موربا مع العسل دائما كمية الموربا تكون كتر من العسل نخلطوهم مليح وبالنسبة للتزيين عندنا جوز الهند واذا ما تحبوش جوز الهند تقدرو تعوضوه بأي نوع من أنواع المكسارات نحطو الحلوة تعنا في الميلونج اللي درناه تع الموربا مع العسل نحولها كامل هذا كزائد ونحطوها في جوز الهند وهذه هي نتيجة التي تحصلنا لها ونكمل بنفس الطريقة ونشوفو الحلوة تعنا في شكل نهائي فيما بات ان شاء الله اذا هذا هو الشكل النهائي للحلوة اللي حذرتها معكم اليوم حذرنا حلوة جافة اقتصادية بمقادير بسيطة طريق التحذير سهلة ووصفة نجحة مئة بالمئة من أول تجربة يعني مستحيل تبعوا الخطوة زيدة تتقيدوا بالمقادير وما تحصلوش على نفس النتيجة كما راكم تشوفو الحلوة تعنا جات ما شاء الله جيب زاف هيلاء وبنينا بزاف شوفو البنات نقسمها معكم كما راكم تشوفو تقسمت بسهولة نتمنى ان شاء الله الوصفة تعنا اليوم تنال اعجابكم وتجربوها ننصحكم تجربوها لانه فعلا مناسبة جدا القهوة العصر وطبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي ونشكركم زاف على حسن متابعة وتعليقاتكم الجميلة والرائعة والطيبة الله يحفظكم ويساعدكم يا رب واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نطلعوا في الوحتيكم في امان الله